النهاردة جاي أنادي على كل مكروب على كل مهموم يا أصحاب الهموم اسمعوا أقول يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله وإذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله من خلال الآية رقم سبعة وتمانين وتمانية وتمانين في سورة الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى وقفنا في الحلقة الماضية مع سيدنا أو دعاء سيدنا أيوب ونتمم اليوم أن الله قال في حق أيوب لما ناداه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كفل لنا الاستجابة فقال فاستجابنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين النهاردة هنقف مع دعاء سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام قال الله وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نحن في هذه الحلقات وقفين مع لطائف الكلمات والدعاء التي تخص هذا النبي أكتر من القصة نحن مش وقفين المرة دي مع القصة وقفين مع بركة الدعاء وذنون يعني صاحب الحوت اللي هو مين سيدنا يونس إذ ذهب مغاضبا غاضبه قومه فتركهم وذهب حتى ربنا في الآية الأخرى يقول إذ أبقى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون الأبق يعني إيه تركهم وذهب حتى يقولوا العبد الهارب أهل الفقه يقولوا العبد الآبق وذلك دي الفرق بين سيدنا يونس وسيدنا النبي سيدنا النبي لم يترك أهل مكة إلا بأمر من الله لم يفر منهم ولكن ربنا لأمره ولكن سيدنا يونس فر من قومه وتركه وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم خلينا مع الدعاء إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ظاهر الآية فظن أن لن نقدر عليه الظاهر المفهوم الخاطئ أن سيدنا يونس ظن أن الله لا يقدر عليه هذا فهم خطأ وغلط جدا إنما الصواب ظن هنا بمعنى اليقين ونقدر القاف الدل والراء قدرا تأتي في القرآن بمعاني منها تأتي بمعنى الاستطاعة والقوة إن الله على كل شيء قدير وتأتي بمعنى القدر وكل شيء قدرناه تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر يبقى القاف الدل والراء قدرا تأتي بمعنى الاستطاعة إن الله على كل شيء قدير بمعنى التقدير وقد فقدره تقديرا إن كل شيء خلقناه بقدر وتأتي بمعنى الضيق إيه الضيق منها ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومنها وعلى المقتر قدره يعني هنا بقى يترى فظنى أن لن نقدر عليه نقدر هنا بتاعت سيدنا يونس يترى بمعنى الاستطاعة لا بمعنى القدر لا بمعنى الضيق نعم نترجمها بقى يعني يونس تيقنى أن الله لن يضيق عليه تساوي ثقة يونس الشديدة في ربه تساوي يقين سيدنا يونس في ربه قوي جدا يبقى شوف المعنى واضح إزاي بقى يبقى فظنى أن لن نقدر عليه يعني تيقنى أننا لن نضيق عليه فنادى في الظلمات خدوا بالكم من كلمة نادى حتى مع سيدنا سيدنا أيوب أبله وأيوب إذ نادى وهنا وإن وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظنى أن لن نقدر عليه فنادى ومعنى النداء يعني صوت مرتفع يعني الدعاء خارج بقوة فنادى في الظلمات إيه الظلمات ظلمة الليل ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت ظلمة الغضب اللي هو فيه ركزوا الناس لما نقرأ في فنادى في الظلمات يقول لك ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت طب ظلمة الغضب طب ظلمة الغضب ظلمة أما ليه ترجمة نانسي قنقر